إذن نحن نتحدث عن استكمال لدعائم جمهورية جديدة بدأت المسارات فعليا بشكل متوازي في العديد من الملفات لكن ما زالت الاحتياجات سواء للمواطن المصري ورسم سياساته الداخلية تسير جنبا إلى جنب مع السياسات الخارجية وحمايته وحماية مقدراته وحدوده بالطبع ماذا عن الشباب المصري؟ عندما نتحدث عن المشاركة نتحدث عن الوعي نتحدث عن عدم الاستهداف نتحدث عن حرب الشائعات عن حروب الجيل الرابع والجيل الخامس ننظر دائما إلى الشباب المصري وكيف يستعد لهذه المرحلة؟ الشباب المصري هو عصب الأمة أكثر من أكثر الدول اللي بها المجتمع به الكثير من الشباب هم الدولة المصرية والشباب المصري في ظن وتقديري بدأ يدرك أن هناك استهداف للدولة المصرية بدأ يدرك ويعلم أن هناك خطورة حقيقية على بقاء الدولة المصرية ومقدراتها وده نتج نتيجة الإعلام المصري اللي كان يعني هو السهم ورأس الحربة في إظهار حجم التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية وحتى يعني أن الشباب بدأ الوعي بتاعه يزيد بشكل كبير جدا وذهبها في الفترة الأخيرة وبدأ يدرك أهمية مشاركته بشكل واضح في ظل أن احنا شهدنا في الفترات السابقة أن هناك رغبة حقيقية من الدولة المصرية لتمكين الشباب احنا شهدنا كيف تم تمكين الشباب في الكثير والكثير من المحافظات المصرية منهم من تم تعيينه نائب للمحافظ يعني بنرى أن هناك شباب لا يتعد أعماره الـ 27 والـ 29 سنة وهو نائب محافظ ودي دلالة كبيرة لأن الدولة المصرية بتعد كوادر جديدة ويتم صناعة كوادر جديدة لخدمة الشعب المصري كاد لديه من الطاقة والإيجابية والقدرة والرغبة الحقيقية لصناعة واقع جديد للدولة المصرية شاهدنا أيضا أن الشباب المصري هو حائط الصد الأول للدفاع عن الدولة المصرية فيما يخص الشائعات يعني إحنا بنقول أن الدولة المصرية أكثر من يعني بنتحدث عن 33 ألف شائعة خرجت فيه ثلاثة أشهر فقط وده رقم كبير جدا ولولا مركز الإعلامي لمجلس الوزراء وأيضا الكثير من الشباب اللي بيدافع عن الدولة المصرية ويفند هذه الأكاذيب بلا دلائل لذلك وقفت الدولة المصرية ونجحت في أن تبرز دور الشباب الرئيسي في دعم هذه الدولة نعم أيضا المتابعين والجهات المختلفة التي تتابع العملية الانتخابية سواء وسائل الإعلام المختلفة المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والرأس التي تتابع وتدير هذه العملية الانتخابية بشكل سليم الهيئة الوطنية للانتخابات كيف ترى هذا الأمر؟ يعني الهيئة الوطنية للانتخابات ومنذ اللحظة الأولى هي تبحث عن تزليل العقبات سواء للناخب أو المرشحين وده دليل وفي دليل قاطع على ده حجم المشرقة من المرشحين نحن نرى أربع مرشحين من طيارات مختلفة سواء لأستاذ فريد زهران من المعارضة سواء لأستاذ حزم عمر أيضا سواء غيره وبالإضافة إلى فخامة الرئيس السيسي باعتباره هو من كان موجود في السلطة وبالتالي حتى عندما تقوم الشركة المتحدة بإعطاء مساحات واحدة وعدد ساعات معين لكل المرشحين أمام شاشات التلفاز وشاهدنا منذ أيام قليلة أن كل المرشحين ورؤساء حملتهم الانتخابية يظهرون على الهواء معا كدليل قاطع على أنه ليس هناك تفريق بين مرشح ومرشح وده دلالة واضحة بتعطي رسالة للخارج أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في صناعة الديمقراطية الحقيقية التي تخدم المواطن المصري وبالتالي أرى أن هذه من النقاط الرئيسية التي أكدت عليها بشكل واضح الدولة المصرية أكدت عليها اللجنة العليا للانتخابات أيضا بالإضافة إلى أن هناك رؤى حقيقية بتتحرك فيها الدولة المصرية من خلال مؤسستها التي دائما ما اتسمت بالحياد دائما ما اتسمت بالموضوعية للعمل وبشكل كبير على صناعة تاريخ جديد للدولة المصرية واستكمال ما تم البناء عليه لأن مصر نجحت فيه يعني الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمكين المرأة تعيين المرأة فيها القضاء كلها نقاط جوهرية مهمة جدا تدل على أن الدولة المصرية يعني تعطي لكل زي حق حقه وتحاول أن يعني ترضي جميع الأطياف بما يتوافق مع الدستور والقانون نعم تقوية الروابط المختلفة وهو ما يخص السياسة الخارجية المصرية سواء بيئة الدول الأفريقية ومدياد العون في الكثير من الملفات سواء في التعمير في التنمية في الصحة وملفات الصحة أو حتى في تدريب الكوادر البشرية الأفريقية وأيضا توحيد الصف العربي والتوجه إلى كل الدول بمسافات متساوية سؤال مهم جدا واشكر حضرتك عليها وستاذهبة لأنه هو في صلب سياسة الدولة المصرية دي من محددات السياسة الخارجية للدولة المصرية هي العمل على العودة للقرى الأفريقية كنا في فترات سابقة قبل حكم الرئيس السيسي وبشكل واضح بعيدين كل البعد عن القرى الأفريقية وحدثت فجوة كبيرة ولكن نتيجة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي في العام 2019 تم عقد الكثير والكثير من القمم مشاركة مصر في القمة الأفريقية أو رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي نتج عنها عقد القمة الأفريقية الروسية الأولى في مدينة سان بيترسبرج في سوتشي ثم بعد ذلك يعني الاتفاقية القرية الحرة التي تم توقيعها بمشاركة أكثر من 54 دولة بحجم استثمارات 1.3 مليار دولار وتخدم الكثير والكثير من أبناء الشعب الأفريقي أيضا مصر قامت بمشروعات تنموية كبيرة جدا زي سد جوليوس نيرييري في تنزانيا وبالإضافة إلى أن الكثير من الشركات المصرية تقوم بالكثير من المشروعات داخل القرى الأفريقية باعتبار أن الدولة المصرية تبحث وبشكل كبير عن تنمية حقيقية داخل القرى الأفريقية وده اللي نتج عنه عقد القمة الأفريقية الروسية ثانية وأيضا القمة الأمريكية الأفريقية وده دليل للجهود المصرية الحسيسة والدقوبة للعمل على تنفيذ سياسات حقيقية تحقق الاستثمار وفقا لمبدأ رابح رابح داخل القرى الأفريقية